بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه التحية المرموك أيها السيدة وصلاة أتصرف أن أقدم في أمامكم هذا القطاب حول علامات القائد الأفضل الشيخ الخديم نمو زجل بسم الخليفة العام للطائفة المردية سلمحمد المنطقة حفظه الله ورعاه وبابن إمام شنعك أيدهما الله ونصره وباسم بايدوغجان رئيس لجماعات التي تعذم هذه الفعاليات المنصفة أما بعد وفي الحقيقية إن مما أفاد الناس في الدنيا والآخرة أن يتبعوا سبيل من يقولهم إلا الله سبحانه وتعالى إذ الإنسان قد أمره ربه سبحانه وتعالى على ذلك ويساهد ذلك قوله تعالى والاقتبع سبيل من أناب إليه سبق الله العظيم يا الهواء يا أيها الناس يا جماعة المسلمين والسلمان إن هذا الآية الكريمة بيان تام للطائد الأفاضل وأبرز مثال ذلك أن الشيخ الخديم رضي الله عنه عاص في زمان راكب بيدعنا ذاك الزمان فيها إنخراف شديد عن جاد الطريق ففي أوساط الخصة صمى كسر من علماء والصيوخ بل أغلبهم وصفهم أحد البحثين بأسماء الصيوخ الأجلاء والعلماء الكبار وتقمصوا للبازهم وقصدهم متاع الدنيا وذغار فيها فاستمالهم الملوك والأجانب واستقدموهم في أغراض منافية للدين من شعوز والسحر وقضايا الجائلة والعياس بالله ويلعبون بالقرآن ويسوقون منه أناصيد ويرددونها في الخفلات الشعبية يا إخوان يا جماعة وها هو الشيخ الخديم نفسه يصف لنا الحالة وصفا دقيقة ويساهم الزالب قال في مسالك الجنان إزبان جهرا أنما سيوهد الزمان جلهم فخور إلى قوله رضي الله عنه ويظهر الزهر ويظهر الزهر ولم يقصد به وقتناص المال فلتنتبه ومن ناحية أغراء انتصار الجهر المركب كان الجهر منتصرا بين العامة وما يتبع من البدع والخرافات تأثرا بحالة الطائفة السابقة وقد أصار الشيخ الخديم إلى هذه الحالة أيضا في قوله هذا وإنما عليه المقتفى لكثرة الجهل على الناس اختفى وفي قوله تنبهوا يا أيها الصبان قادكم إلا الهدى المناء إلى آخره وبالإضافة إلى ذلك توقل الإسعمار وخز الفكري فقد اصدار طين بلية حين صافت نصعة المريدية وجود المستعمرين في البلاد الحاملين الحاملين معهم ثقافاتهم والحضاراتهم والدينهم ليرفضوها على العباد والبلاد الأمر الذي أدت إلى تحمله حتمية صراع الديني والثقافي والحضاري من الطرفين يقود الشيخ الخديم في هذا الصدد وبعد فالمجوس والنصارى صاروا لإبليز الغوي أصارى خذ أخذت عنهم سكارى ورأيهم في حتفهم اتقدارى وفي قوله وظنهم أهل الحوى والجهل لشأنهم أهل العلا والفضل يا إخوان يا مستمعنا الكرام أيها الحضور نظراً عن الشيخ الخديم تحمل مسئوليته في هذا الوصف الدقيق للقز والفكر والحضاري الذي كان يمارس الاستعمار بعد السيطرة يصور لنا مبدال شديد الصراع الحضاري والثقافي في تلك الفترة كما يوضح لنا ضحامة التحدي الذي كان أمام كل من يريد حماية المجتمع المسلم من هذا الخطر الجارف في هذا الوضع المترد دينا واجتماعياً وحضارياً كان يعيز الشعب السنغالي المسلم وكان كل سيد يستنجد بالتجديد ويلوه بالجماعة وانقذ على رغم من أن الشيخ الخديم واجه هذه التحديات ويعاقب معها بنسر العلم وتقوى فجعله ضرورياً لأن الجهل لا يزول إلا بنسر علم ولأن العلم يسبق عمله ويؤسسه ولا يسلم العمل إلا به فهذه همه الأول وسغله صاغل لقيادة الناس من الضلال إلى الهدى ومثال ذلك اختياره صلاح العلم والتقوى في مواجهة العدو المستعمر كما قاله في قصر إني أجاهد بالعلوم بالتقى عبداً خديماً والمهيمن شاهد فهذا الاختيار يؤكد بوضوح المكانة الرفيع التي يتربعها العلم في مسيرة المردية وهذا على قيادة الناس على التعلم والتعليم منذ بداية دعوة الإدراك الضروري لكل من يتصدى لذعام الديني أو كما قاله والفضل أفضل يا أخي والعلم أفضل يا أخي من العمل وعسره فبادم له حسن وإنقاذ ذلك القيامه بإعادة تأليف أو نزم معذم التوراس التي كان يطنع أطلاب أوك أعزم ردين وإنك من يطنع 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 أخي نحن يطنع إن إبطائنا porque لدينا الله أيها الأفضل ولتأثير لدينا جميع ويوامك لكن نناقدينا نعني نناقدينا نعني نهجي أسأل تبلي فتحيننا نعني نحن يوجد نعني نعني أسأل تسأل كثير من فقط فلا قد وضعت كلها تشاهدون أنا ليس لديك إنسان وليس لديك فلا نسن Panda مني يتدي أمي ونسن فلا سوة لديك ليس لديك هؤلاء لديك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة